موسيقى في السادس من اكتوبر العام 1954 ميلادية عقالة الهيئة التنفيذية العليا أول اجتماع شعبي لها تم خلاله انتخاب ممثلين عن المعارضة وذجنين مختلف الفئات الشعبية لتتولى رص الصفوف بالتصدي لمشاريع المستشار العسكري البريطاني بيليغريف والعائلة الخليفية الهادفة لأحداث فتنة طائفية وقد باشرت الهيئة التأسيس والاجتماعات إثر الاستقطابات الطائفية التي كانت سائدة في فترة الخمسينات من القرن الماضي والأحداث المؤسفة التي تمثلت في صدامات عشوراء بالمنامة عام 1953 وحارثة الاعتداء على عمال بابكو وكانت تلك الاجتماعات تعقد في بيت المناضر عبدالعزيز الشملان ويحضرها كل من عبدالرحمن الباكر ومحسن التاجر وآخرون ابتلأت الاجتماعات بترشيح كل عضو أسماع عدد من الشباب المستعد والقادر على المساهمة في القيام بحملة توعوية وتم الاتفاق على ترشيح مئة اسم على أن تبقى أسماؤهم سرا وكان الهدف من هذا الاختيار هو خلق روابط متينة ووسائل اتصال واسعة بين القارة القدماء والجدد وبين القاعدة الجماهيرية من الناس في مختلف مناطق البحرين لتصبح الهيئة بذلك أول تجمع سياسي وطني يجمع الطائفتين في البحرين ترجمة نانسي قنقر